هذا وأكد عدد من النواب في تصريحات خاصة للتلفزيون المصري أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بالحماية الاجتماعية جاءت في وقتها وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية نقشنا نارضة في الجلسة العامة مجموعة من القوانين التي تتعلق بها العلوات والأجور والمعاشات وخلافه هذه القوانين مشروعات القوانين أنا شخصيا بطلق عليها مشروعات قوانين الإنقاذ أو حسمة الإنقاذ والتي جاءت بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي جميعا يشاهد ويعلم الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم والتدعيات التي ترتبت عليها ارتفاع سيدية الشهد الكبير في الأسعار السلع والمواد ارتفاع في نسب التضخم هذا أثر على مصر طبعا بشكل مباشر لأننا جزء من العالم جاءت توجيهات السيد الرئيس في الوقت المناسب والذي يولي اهتمام خاص بملف الحمال الاجتماعية ورعاية محدود الدخل ومطوصة الدخل ودائما ما يوجه بذلك في جميع المناسبات هذه القوانين يستفيد منها حوالي 5 مليون من العاملين في الدولة حوالي 5 مليون أسرة من مستحق تكافل وكرامة حوالي 10 مليون من مستحق المعاشات وأسر ترجمة نانسي قنقر